في صفقة تحدثت عنها الكثير من الأوساط السياسية يبدو أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني قد اختار الانحياز إلى تحالف البناء في سعي التحالف للحصول على حقيبة الداخلية ضمن حكومة عادل عبد المهدي المنقوصة من ثماني حقائب التنافس على حقيبتي الدفاع والداخلية والذي تطور إلى صراع معلن ومفتوح بين جبهتي الإصلاح والبناء أكده الحزب الديمقراطي الكردستاني على لسان النائب عنه آران بالاتي بالقول أن الحزب ليس لديه خطوط حمراء على تولي فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية مما يعني أن حزب بارزاني قد اختار بشكل واضح خندق المالك والعامر المحسوبين على معسكر الولاء لإيران ويصف المراقبون المشروع الجديد الذي يحضر له بارزاني والمالكي بأنه تحالف المتضررين الذين لم يحصلوا على مبتغاهم من عملية توزيع المناصب وذلك بعد تراجع دورهما بشكل واضح كما أن العامري لم يصل إلى القدر المأمول من السيطرة على الحكومة الجديدة ويكتسي إسناد منصب وزير الداخلية في العراق لشخصية مثل فالح الفياض أهمية لإيران خصوصا في المرحلة الراهنة التي تواجه فيها عقوبات شديدة من الولايات المتحدة وتريد من العراق خرقها بعدة وسائل من بينها تخفيف الرقاب على المنافذ الحدودية وغض الطرف عن عملية تهريب العملة وسائر البضائع ويستطيع البرزاني أن يلعب دورا في خرق العقوبات بالنظر للنفوذ الكبير الذي يتمتع به في مناطق حدودية واسعة بين العراق وإيران وهو ما يفسر مساعدة طهران له على العودة بقوة إلى المشهد السياسي يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه الحديث عن إمكانية انفراط الأقل تحالف البناء المقرب من إيران إثر خلافات واسعة داخله ذلك بسبب طبيعة المصلحة المؤقتة التي تشكل بها وفي هذا السياق كشفت مصادر مقربة من تحالف المحور بأن عددا من أعضاء المحور طرحوا موضوع الانسحاب من تحالف البناء بسبب عدم تنفيذ الوعود التي تم على أساسها الدخول في تحالف البناء وهو ما دفع العامري إلى تهديد القوى السنية في حال انسحابها بخسارة جميع المناصب التي حصلت عليها النائب عن دولة القانون مصور لبعيجي أكد هذه التسريبات بالقول إن كثير من الكتل داخل تحالف البناء لديها نية الانشقاق عن التحالف وتكوين كتلة كبيرة بالاتفاق مع كتل من تحالف الإصلاح لتكوين جبهة معارضة في البرلمان من نتاج انشقاقات الكتل عن المعسكرين الرئيسيين